إدارة بايدن لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الحرج بسبب انتهاكة إسرائيل في غزة وتقارير تؤكد وجود خلافات بين الحليفتين فما حجم هذه الخلافات وهل ستؤثر على سير المعارك في غزة رئيس الوزراء العراقي يطالب القوات الأمريكية بالخروج الفوري من البلاد بالتفاوض ودون عداوة ويقول إنها تزعزع الاستقرار في ظل تداعيات حرب غزة فهل تستجيب واشنطن أم أنها ستتذرع بورقة القلق من النفوذ الإيراني؟ ووثائق التكشف عن ملاحقة إيرانية لما تبقى من ثروات سوريا لتحصيل ديونها وامتعاض في طهران من معاملة رعاياها بدمشق كأجانب فما المقابل الذي تريده إيران من الحكومة السورية في ظل عجزها عن السداد؟ وما المعاملة التي تريدها لرعاياها؟ ملفات نناقشها ونبحث في تفاصيلها معي أنا أسي هشان في المشهد الليلة فأهلا بكم مرحبا بكم حرج يبدو أن واشنطن لم تعد قادرة على تحمله بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي دخل شهره الرابع وسط اتهامات لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وهو ما دفع أمريكا إلى الانتقال لمرحلة الضغط على حكومة نيتنياهو لاعتماد شكل آخر في العمليات العسكرية داخل غزة وفق تقارير وهذا التحول برز مع زيارة بلينكين الرابعة للمنطقة منذ السابع من أكتوبر والتي أظهرت أن خلافات تدور بين الحليفتين واشنطن وتل أبيب بشأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين وبحسب واشنطن بوست فإن الخلافة الأول يتعلق بدعوة بلينكين إلى إعادة الفلسطينيين إلى شمال القطاع واجهتها إسرائيل بالرفض أما الخلاف الثاني فهو شكل المعركة في غزة وأنه يجب تفادي الحق مزيدا من الأذى بالمدنيين في القطاع وخصوصا الأطفال الذين يدفعون ثمنا باهظا جدا بحسب بلينكين أما الخلاف الثالث مشاهدين بحسب الواشنطن بوست يتعلق بحصول الفلسطينيين على عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل وهذا موقف عبر عنه بلينكين بشكل علني من إسرائيل قائلا للصحفيين هناك هذه إرادات الفلسطينيين ويجب أن تمنح إليهم ليرد وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش على ذلك بالقول لن نحول ولا حتى شيكل واحد إلى السلطة الفلسطينية ليذهب بعد ذلك إلى النازيين في غزة حسب تعبيره تصريحات دفعت الخارجية الفلسطينية بوصف سموتريتش بالعدو اللدود للسلام ولا يحق له ولا يمتلك أي صلاحية للتدخل في أموال الشعب الفلسطيني وأوجه الصرفها فهل تستمر واشنطن بالضغط على تل أبيب؟ وهل صحيح أن نتنياهو لا يعير أي اهتمام لهذه الضغوطات؟ إن وضع الرجال والنساء والأطفال في غزة مزر للغاية لقد قتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين وخاصة الأطفال ولا يزال عدد كبير منهم يواجه تحديات لا تصدق فيما يتعلق بحصولهم على الغذاء والماء والدواء وأساسيات الحياة نحتاج إلى رؤية دولة فلسطينية مستقلة ولا أحد من من تحدثت إليهم يعتقد أن الأمر سيكون سهلا أو سيحدث بين عشية وضحاها لكننا اتفقنا على العمل معا وفي اجتماعات اليوم كنت واضحا أيضا يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم حالما تسمح الظروف بذلك ويجب أن لا يتم الضغط عليهم لمغادرة غزة من دبي مشاهدين ينضم إلينا سامول ويربرغ المتحدث الأقليمي باسم الخارجية الأمريكية مرحبا سيد سام معنا طيب هل من جديد أتى به بلينكين في هذه الزيارة؟ إذن شكرا لك شكرا لقناة المشهد على استدافة والوزير لكن كان لديه بعض الأولويات في هذه الزيارة ومن الممكن أن نقول ما زالنا لم نوصل إلى نحاية هذه الزيارة ما زال هناك بعض الإجتماعات الأخرى نحن نتوقع بكرة ولكن من الممكن أن نقول أن على أقل حققنا التقدم في كل هذه الأولويات ليس من الممكن أن نشارك ما هي التقدم ما هي الإنجازات وكل التفاصيل من كل المناقشات لأننا ما زال نحن مستمر في كل هذه الملفات ومن هذه الأولويات أول وأهم كما أسمعته وكما الجمهور أسمعه الجهود لازمة لإيصال أكبر حجم من المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني في كتاكازة أمام هذا الوضع الإنساني السيء جدا وليس كافي كما سمعتنا من الوزير بلينكل ليس كافي لن نتكلم ونركز على فقط إيصال وتقديم المساعدة الإنسانية الآن لازم نركز أيضا على توزيع هذه المساعدة الإنسانية داخل كتاكازة إذن هي الأولوية الأولى وأيضا نحن لدينا وكان لديه الوزير بلينكل بعد الأولوية الأخرى منها الجهود المستمرة لإطلاق صراء الرحاء الجهود والتنسيق مع هلفائنا وشركائنا وكل أطراف الأخرى في المنطقة لمنع أي طرف من الأطراف بما في ذلك هزب الله أو إيران من توصية هذه الصراء وأيضا الأولوية المهمة جدا في كل هذه المناقشات بالرغم من أن نحن مازال أمام هذه الحرب المستمرة ليس من المباكر أن الأقل نبدأ الحوار حول ماذا سيكون بعد هذه الهرب بالنسبة على مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقهم ليكون لديهم دولة فلسطينية هل فعلا كان هناك تغيير في لهجة بلينكل هذه المرة لجهة مزيد من الضغط على الجانب الإسرائيلي؟ إذن أنا لست محلل في اللسانيات أو اللغة أنا لا أريد أنه كان يستعمل لحجة أشهد أو الأقل لا نحن دائما بسبب الألاقات التاريخية الواتيدة طويلة المدة وحتى ما زالت الوارد المتاهرة لديها مع الدولة الإسرائيلية لدينا الأمكنية لنعرف Wei foldقة كل الأراعر وكل الأفقار لدينا لدينا الأمكانية لندخل في كل هذه اللقاءات مع الرئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الإسرائيلي مع الوزير الخارجي ووزير الدفاع مع كلهم والوزير بلينكل هو يعرف كلهم وهو لديه الأمكانية ليتكلم ويشا لويشا بدون أي خرجة وبدون أي وعاء قمامنا. لدينا الإمكانية لنعبر أن رأينا. والولادة المتاهدة هي الدولة وإسرائيل هي الدولة. إذن من الشيء الطبيعي أن أي دولة أحيانا ستكون لدينا اختلافات مع دولة أخرى. وهذا لا يعني أنه ليس في نحاية لدينا نفس الهدف. ونحن نعتقد حتى لدينا نفس الهدف لخفض التسايد في المنطقة. لنرى نحاية هذه الهرب. ولنشتغل للوصول إلى الإمكانية. لكن بالنسبة لموضوع وقف إطلاق نار ليس هناك هدف مشترك مع الجانب الإسرائيلي. يعني الجانب الأمريكي ما زال مصرا على أن تكمل هذه العملية العسكرية وأن يتم القضاء على حماس بحسب الهدف المعلن كان للجانب الإسرائيلي. نعم. نعم. بمعنى أن الولادة المتاهدة ترى أن الدولة الإسرائيلية مثل أي دولة أخرى في العالم لديها ليس فقط الحق. ولكن المسؤولية لمواطنيها. لحمايتهم من هذه الهجمات الإرهابية. رأيناها من هماس في 7 أكتوبر. التي قال قادة الحماس هي ستقررها في المستقبل مرة أخرى ومرة أخرى. حل منها ممكن أن أي دولة دولة في شرق العوسط أو دولة في أي مكان آخر في العالم تقبل ذلك؟ لا. إذن الولادة المتاهدة ترى أن نعم. لازم دولة إسرائيلية تقوم بحماية مواطنيها من هذه الهجمات المستمرة من هماس. ولكن هذا لا يعني أن الولادة المتاهدة راضيين أن ماذا نرى في كتا غازة؟ بالنسبة معاناة الشعب الفلسطيني وأكثر من 20 ألف قتيل؟ لا. الولادة المتاهدة لا تريد أن تقبل ذلك. ولذلك نحن نتكلم ونسمع من الدولة الإسرائيلية من رئيس الوزر الإسرائيلي. ما هي خطة والرؤية الإسرائيلية لإنهاء هذه الهرب؟. لكن بالنسبة للممارسات الإسرائيلية سيد سامول. البعض يتحدث بأن الجانب الأمريكي لديه تحفظات كبيرة على بعض الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة. ألن يسبب المزيد أو تسبب المزيد من هذه الممارسات حرجاً للجانب الأمريكي؟ إذن كما ذكرنا أنا ناتق رسمي في ورد المتاهدة. إذن نحن لدينا دولة وإسرائيل لديها دولة. وليس شيء مخبئ أننا لدينا علاقات كما ذكرنا طويلة تمضة وقوية مع الدول الإسرائيلية. ولكن هذا لا يعني أننا سنتفق على كل الأشياء مع كل الدول. ولذلك لدينا الإمكانية لندخل في هذه المناقشات ونعبر عن القلق لدينا بنسبة الوضع الإنساني في كتاك هذا. بنسبة فقد الفلسطينيين الأمل في المستقبل. إذن لازم الآن نركز على هذا الوضع السيء الإنساني وهذه الحرب الآن. ولكن في نفس الوقت لازم نتكلم وحاول ما هو المستقبل. وذلك فعلا كان جوز كبير من كل هذه المناقشات التي كان لديه الوزير بلينكين. بلينكين تحدث عن الأموال التي يجب أن تحول للسلطة الفلسطينية وهي من حق الشعب الفلسطيني. لكن سموتريتش ومن على يمينه يبدو أنهم غير موافقون على ذلك. كيف ستتصرف الولايات المتحدة؟ إذن أولا لازم أؤكد. هذه النقطة مهمة جدا. وشكرا للسؤال. لأن لازم نؤكد أن هي إرادات درابيئة أو إرادات من الفلسطينيين. إرادات فلسطينية. ولازم هذه الأموال تأتي إلى الشعب الفلسطيني في الدفاة الغربية وأيضا في كتاك هذا. والولايات المتحدة ستصر على ذلك. وستقرر هذه النقطة في كل المناقشات. وستنقرر هذا الموقف في كل المناقشات لدينا. وفي نهاية المتحدة لازم نرى هل رئيس الوزراء نتنياهو هل هو لديه الأمكانية لوضع السياسة الرسمية الإسرائيلية من اسم الهكومة. إذن نحن منذ آيان كان بيان من وزارة الخارجية الأمريكية. نحن قمنا برفض تصريحات تحريدية من مثلا سموتوريش وبنجلية. إذن نحن سنكون واضحة جدا بنسبة التوقعات لدينا أن رئيس الوزراء نتنياهو هو يقول أن هو رئيس الهكومة. إذن الوزير بلينكين هو كان يزور ويجتمع مع رئيس الوزراء نتنياهو ليسمع منه وشه لوشه ما هي السياسة الرسمية الإسرائيلية. ونحن من جانبنا نتوقع أن من هذه السياسات الرسمية الإسرائيلية الحق للشعب الفلسطيني لوصول إلى إراداته. شكرا من دبي ساموال ويربرغ المتحدث الأقليمي باسم الخارجية الأمريكية. مشاهدين الحراك الأمريكي الذي يقوده بلينكين منذ بداية هذا الأسبوع جاء بهدف منع اتساع الصراع في المنطقة بعد اغتيال العروري. وبالتزامن مع هذا الحراك نفذ الحوثيون ما وصف بأكبر هجوم لهم منذ السابع من أكتوبر بعشرين مسيرة وصاروخ فوق البحر الأحمر. ووفقا للحوثيين فإن هذا الهجوم استهدف سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم لإسرائيل. كما أن جولة بلينكين تأتي وسط مطالبات عربية متزايدة لواشنطن للضغط على حكومة نيتنياهو لوقف الهجوم الإسرائيلي. الذي أدى لمقتل أكثر من ثلاثة وعشرين ألف فلسطيني بغزة غالبيتهم من الأطفال والنساء. كما شملت المطالبات العربية إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وهذا مطلب دعمه بلينكين. بل وقال أنه أمر أساسي لاستقرار المنطقة. بعكس طلب وقف الحرب الذي ما زالت واشنطن رافضة الضغط على إسرائيل بشأنه. الضغط على إدارة بايدن لم يتوقف عند الدول العربية. فاستطلاعات الرأي بين فئة الشباب الأمريكيين تظهر أن جزءا كبيرا منهم يرفضون دعم أمريكا الأعمى لإسرائيل. ويطالبون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. في أمريكا أيضا يزداد الضغط السياسي على البيت الأبيض حتى من داخل الكونغرس إلى جانب بقية مؤسسات الإدارة للمطالبة بوقف تغطية الحرب. خاصة مع تواصل ارتكاب الانتهاكات من قبل إسرائيل في غزة. من واشنطن ينضم إلينا عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي سامح الهادي. من القدس ينضم إلينا الدكتور مائير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. سأبدأ معك دكتور مائير مرحبا بكما ضيفاي المطالب التي تحدث عنها بلينكين أو يتحدث عنها الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالانتقال إلى مرحلة ثالثة. القتل الذكي فيما يتعلق بالنقل الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال ليعودوا إلى ديارهم فيما يتعلق بمستقبل القطاع كل هذه إعادة الإعمار إلى آخره كلها لا يوافق عليها نتنياهو وبالتالي هل نحن أمام حلقة مفرغة واستمرار لهذه الحرب شكرا على الاستضافة تحياتي لكم أستاذي الكريم من نتنياهي ووافق على كل هذه المطالب سوف نصل إلى المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية المرحلة الثانية لم تنتهي بعد إسفائيل اليوم أصبحت مسيطرة تماما على نصف قطاع غزة وأنا أستغل هذا المنبر لأحيي الشعب الفلسطيني في القطاع. نحن رأينا اليوم ترحيب غير مسبوخ من قبل المواطنين الفلسطينيين ومن قبل السلطات المحلية في المناطق المحررة من قبل جيش الدفاع. تعاون كامل مع إسرائيل. لا توجد أي مقاومة بين هلالين خارج إطار الإرهاب حماس وغيرها وخواتيها. ثمانيات ميليشيات في قطاع غزة. عدد كبير من المحاربين الذين تلقوا التدريبات والسلاح والعتاد الذي يأتي من دولة معروفة في المنطقة ولكن الفلسطينيين كمواطنين هم لا يريدون الحرب. هم لا يريدون يريدون حقنا الدماء. ويريدون التعايش مع جيرانيهم الإسرائيليين. وإسرائيلات ليست معنية بإحتلال قطاع غزة أو بالعودة إلى قطاع غزة. لدينا أيضا في إسرائيل من حقنا أن نكون لدينا كذلك متطرفين. يعني هل التطرف فقط حكرا على العالم العربي والإسلامي؟ لدينا في إسرائيل كذلك عدد من المتطرفين يقولون أن نريد الاستيطان وعودة المستوطنات إلى القطاع. لكن هذا الصوت لا يمثل إلا قلة قليلة في إسرائيل. إسرائيل لا تريد أن تحتل الشعب آخر. لا تريد أن تحتل قطاع غزة. لا تريد أن تستوطل في قطاع غزة. تريد أن تسلم قطاع غزة مرة أخرى إلى سلطة محلية فلسطينية مسؤولة. وتنصق حتى هذا الطلب نتنياهو معترض على السلطة. لا يريد هذه السلطة. لا. هو لا يريد السلطة. هو لا يريد سلطة رامالة. نعم. هو لا يريد السلطة في رامالة. لا يريد إصلاح السلطة يتحدث دائما بأنه لا يعترف بهذه السلطة حتى السلطة نفسها تريد إصلاح نفسها يعني السلطة خسرت قطاع غزة قطاع غزة إسرائيل انسحبت منه بالكام بالعام 2005 وثم سقط في يد حماس بالعام 2007 والسلطة حتى غير مسيطرة اليوم على المناطق ألف وباء وشيء ألازي طبعا يستدعي دخول الإسرائيلي ونحن نرى عملية كر وفر بين الجيش وجهدينا في مناطق الحكم ذاتي في الضفة الغربية إذن السلطة غير قادرة السلطة ضعيفة هناك فساد هناك عدم موجود الانتخابات منذ أكثر من عقد ونصف هناك شخصيات شاخت ولم تعد قادرة للسيطرة دكتور مائير قبل السابع من أكتوبر قبل السابع من أكتوبر كان الحديث أن نتنياهو هو الفاسد الآن صار نتنياهو واسموتريتش وبن كفير أصبحوا منقذين لا غير صحيح نتنياهو عليه قضايا فساد وهذه القضايا تنزل أمام المحكمة في إسرائيل لكن تمثل يمكن زرة أمام الفساد المستشري في دول الجوار ولسيما في مناطق الحكمة ذاتي الفلسطينية هو نتنياهو يعاقب وسوف يعاقب على ماذا لأنه حصل على هدايا سجار وزوغتي حصلت على سجاد فاخر يعني هذه أشياء بسيطة للغاية ليس فاسد بمعنى اللصوصية أو بالمعنى المتعرف عليه دوليا ولكن وبالرغم من ذلك وبالرغم من ذلك نعم سوف يحاسب وسوف يحاسبون جميعا على التقصير في السابع من أكتوبر لأنه كان هناك إخطاق كبير أمني واستخباراتي لا شك في ذلك هناك مسؤولية أدبية تقع على رئيس الوزراء حكم أنه على رأس السلطة التنفيذية أثناء وقوة هذه المذابح البشعة التي كان من الممكن أن تمنى ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك كذلك مسؤولية سياسية لأنه نتنياه مسؤول عن الرؤية المخفقة التي بالمجابة تم التعامل مع حماس على مدى سنوات حماس خدرت إسرائيل حماس خدعت إسرائيل وحكومة إسرائيل والحكومات الإسرائيل المتعاقبة كانت تعتقد بأنه هناك إمكانية ترويد حماس وترويد حزب الله من خلال الرضا ومن خلال إدخال الأموال القطرية وبالتالي هذا كله نحن اليوم نعرف أنها كانت سياسة فاشلة سياسة الانسحاب أحادي الجانب سياسة محاوات التعايش مع الميليشيات هذا الشيء أنا أعتقد أنه التاريخ أثبت أنه كان فشلا كبيرا يجب وقف إراقة الدماء لا شك في ذلك والمروية الولايات المتحدة تقول أنه هناك خسائر كبشرية كبيرة في القطاع غزة وأنا أتفق معها في ذلك فليأتوا ليحاربوا مكان إسرائيل يعني ما لديه نصيحة فليأتي لينصح إسرائيل من يريد أن يعتقد أنه لديه كفاءة في أن يهزم حماس بشكل أفضل وأقل تكلفة فليأتي ويحارب مكان إسرائيل إذا سريلانكا تريد أن ترسل لنا جنود نحن نستقبلهم ويعني شيء أفضل سيد سامح سيد مئير يتحدث بأن الولايات المتحدة تقول بأن الخسائر البشرية كبيرة طب هي لا تعرف ماذا تواجه إسرائيل هذا هكذا يقولون كيف ترد أن تعودوا في الحزب الديمقراطي وهل فعلا هناك تغير وزيادة من الضغط من الجانب الأمريكي أم دعم مطلق بداية تحتل لك والأسادة المشاهدين على رأي المثل العربي شر البلية ما يضحك يعني إسرائيل كدولة أثبتت فشلها أمام مواطنيها قبل أن تثبت فشلها أمام الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخيا لم ينقذ إسرائيل في المحاكات التاريخية الكبرى إلا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بعد استغاثات متكررة وتاريخية من رؤساء وزراها وفشل إسرائيل في أن تقمع حماس ليس فشلا خاصا بإسرائيل فقط بل على مستوى العالم لم تنجح أي سلطة احتلال في أن تقمع المقاومة المحلية المقاومة الفلسطينية في غزة والتي حماس جزء منها وسرايا الجهات جزء منها وفتح وغيرها من الفصائل وأعجبني إدراك الضيف من تل أبيب أنه يعرف أن هناك العديد من الفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال المشكلة أننا نقف أمام ردة الفعل وننسى الفعل نحن أمام 75 عام من الاحتلال عمليات جزء العشب المتكررة التي كانت تقوم بها إسرائيل منذ ادعائها لانسحاب من طرف واحد في العام 2005 لم تؤتي ثمارها لماذا؟ لأنها عكس طبيعة الأشياء وعكس المنطق وستستمر هذه الأمور تحدث ولن تستطيع لا إسرائيل ولا حتى بدعم من الولايات المتحدة أن تستأصل حماس لأن حماس تحولت من حركة مقاومة إسلامية جزء من المقاومة الفلسطينية تأسست في نهاية التسعينات إلى فكرة تعكس أهمية المقاومة وضرورة استمرارها السلطة الفلسطينية التي تتهم بالفساد هي في الضفة الغربية تعمل وتتعاون مع إسرائيل وتقمع الفلسطينيين في إسرائيل لصالح إسرائيل في الضفة الغربية تتعرض الآن لاتهامات بالفساد وتقوم القوات الإسرائيلية المحتلة بعمليات سطو وعمليات اقتحامات متكررة للمدن الفلسطينية وتتحم خلالها أمدور العبادة وتضرب المستشفيات والأماكن الطبية وتعتقل 5700 واحد هل في الحماس 5700 مناصر ومنتمي في الضفة الغربية لو كان الحماس 5700 منتمي لكان احتلوا إسرائيل في خمسة دقائق كما استطاع 210 من المنتمين لحماس وسراء الجد احتلال غلاف غزة بالكامل في ثلاثة ساعات هذه أمور يجب أن نقف أمامها ببعض الإنسانية التي للأسف الشديد يفتقر وليها طيب نحن نتحدث الآن بعيدا عن المنطق الإنساني لأنه نحن نتحدث بالخيارات السياسية هل فعلا الولايات المتحدة تمارس ضغط أم لا الولايات المتحدة لا تمارس ضغطا كافيا وأنا آسف أن تمي للحزب الديمقراطي وأقول أن الإدارة الديمقراطية الحالية للأسف الشديد خذلتنا على المستوى الإنساني ومستوى مبادئ الحزب ولا تمارس ضغطا كافيا على حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة الفاشلة أمام المواطن الإسرائيل قبل المواطن العالمي وقبل الشعوب العالمية لا تمارس ضغطا كافيا وتسمح لها بل وتزودها بالسلاح وتزودها بالذخائر لتستمر في عمليات القتل العشوائية نظرا لأن العسكريين الإسرائيليين فاشلون ولا يستطيعون فصل حماس عن باقي الشعب الفلسطيني ولا استهداف حماس ولن يستطيعوا التخلص عن حماس ولا يعلنون خسائرهم دعيني أضع بين هلالين سريعين المساعدات الأمريكية المتدفقة على إسرائيل لن تستمر الديمقراطيون والذين هم جزء من الإدارة هم أيضا جزء من الكونغرس الأمريكي وقدموا تعديل لتشريع ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية ليلزم الإدارة الأمريكية بالحصول على موافقة الكونغرس ومراجعته شأنه في ذلك شأنه أي دولة عندما ترسل لها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة إسرائيل يجب أن تكون ليس أفضل من أي دولة ولا تتميز بشيء أفضل من أي دولة نتعامل معها قيامعي لو سمحتم مشاهدين عربيا وفي ختام قمة العقبة الثلاثية التي جمعت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس أكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بحسب البيان الختامي وحماية المدنيين العزل وشدد الزعماء على التصدي لأي خطط إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة دعينا إلى ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أهالي غزة بشكل دائم وكاف دكتور مائير الحقيقة الآن في حراك عربي في محاولات من أجل إيقاف هذه الحرب لكن هل فعلا بصراحة لتكون صريح معي بغض النظر عن أنك إسرائيلي وتقف الآن إلى جانب الشعب الإسرائيلي في كل خياراته هل نتنياهو مقيد بسموتريتش وبينكفير يعني هو يريد هذه الخبرة الشعبية لديهم أو لنقل الشعبوية ويريد أيضا بني جانس وعايزنكوت كرؤساء أركان سابقين يريد الجميع يريد التمسك بحلفه ولا يستطيع إيقاف هذه الحرب إطلاقا أولا أنا أريد هنا أن أتحدث نعم بكل موضوعية أنه سموتريتش وبينكفير هم يمثلوا قلة قليلة داخل الإتلاف وبالطبع داخل الكنيسة وبالطبع داخل المجتمع في إسرائيل وهم ليسوا حتى أعضاء في الكابينيت المصغر الذي يتخذ القرارات المتعلقة بإدارة الحرب وبالتالي هذه النقطة النقطة الثانية إسرائيل ليست دولة عربية الرئيس الوزراء ليست لديها السلطة الكاملة فيما يتعلق بإعلان الحرب بوقف الحرب بإدارة العامات العسكرية هناك أجهزة في إسرائيل هناك حتى الإتلاف هو إتلاف ليس إتلاف حزب واحد وإنما مجموعة من الأحزاب هناك شخصيات حتى دخلت بمعزل عن الأحزاب بسبب الحرب العسكريين هذا المجلس يدار من قبل أربعة رؤساء أركان ثلاثة رؤساء أركان سابقين والرئيس أركان الحالي وبالتالي نتانياهو المجال تدخل نتانياهو ضعيف للغاية ليس هو الذي يقرر كل هذه الأمور هذه نقطة أستاذها الكريمة الدول العربية التي تضغط على إسرائيل أنا أؤكد لك أنها تقوم بكل هذا الضغط لأنها تدرك تماماً أن إسرائيل لن تردخل هذه الضغوط لو كانت تعتقد أن إسرائيل ممكن أن تردخل هذه الضغوط لما ضغطت لأنه بمنتهى البساطة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة اليوم سوف يقوي حماس سوف يقوي كل هذه الميليشيات التي سوف تعتبر أنفسها منفصة منتصرة سوف يكرس مزيد ومزيد من الحيمانة الإيرانية في المنطقة وهذا ما لن يقبل به أي حاكم عربي عقلاني في المنطقة طيب ماذا عن بايدن؟ للأسف انتهى الوقت دعني أعطي دقيقة فقط لأستاذ سامح الآن دخلنا في فترة انتخابية لبايدن مزيد من الضغط الملف الأوكراني ضيف إليه الملف الإسرائيلي الفلسطيني كيف سيواجه بايدن هذه الضغوطات؟ بايدن للأسف الشديد موقفه ليس جيداً إذا ما انقطع دعمه لإسرائيل بهذا الشكل وفي مستوى آخر غير المستمر عليه الآن سيفقد أصوات اللوب اليهودي المتنفذ في الولايات المتحدة وإذا استمر في ضغطه سيفقد أصوات الأقليات والعرب والمسلمين واليسار والتقدمين داخل الحزب والمتعاطفين مع الحزب موقفه ليس جيداً وأخيراً بين هلالين سريعين إسرائيل ستظل دولة بمؤسساتها فعلاً والتي أثبتت فشلها في السابع من أكتوبر ولكن الأهم أن تثبت أنها تخضع للقانون الدولي وهذا ما سننظره أمام المحكمة العدل الدولية يوم غداً الخميس كل التحية لجنوب إفريقيا التي صدرت لهذه الإبادة بشكل يعكس تاريخها العريق في منهضة العنصرية والتي تتميز بها إسرائيل بقرار من المحكمة في العام 2006 بعدم دستوريتي وعدم قانونية جدار الفصل العنصري أنا أشكرك من واشنطن عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي سامح الهادي من القدس كان معنا الدكتور مائير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية